السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي داخل وخارج الوطن إن شاء الله ألقاكم في هات الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله طالبنا وليس أمراً كنتمنى أنكم تعملوا اللايك والبرتاج والناجدات لمازال مشتركوا في القناة المتواضعة رجاء نشاركوا بجدائما تصلوا بما هو جديد وما تنسوناش في التعليق ديلكم اللي صراحة كتصرنا فكيف ما وعدتكم إخواني أخواتي أنني سوف نحاول نتقاسم معكم أي جديد كنتوصل به بخصوص المغنية من داخل الوداية فبعض الخبر اللي كنتوصل به وتقاسمته معكم إخواني أخواتي بخصوص واحد السجينة أو النزيلة اللي كانت دائماً كتنمر على المغنية وكتحاول أن تسبها وتعيرها وهذا الشيء اللي جعل المغنية كتدخل كذلك واحد نوبة يستيليم البكاء وأنها حست بالحقراء إنه بتنمر من طرف هات السجينة وليخلها أنها تربط الاتصال مع الوالدة ديالها بخصوص هذه القضية فاليوم إخواني أخواتي نايدة قربة لداخل الوداية والسبب المغنية دنيا باطمة اللي دخلت كذلك مرة أخرى في نوبة هستيرية أمام أنظار النزيلات بعد ما توصلت بوحد الخبر هذا الخبر إخواني أخواتي ليكشف عن الحقيقة ذيال طريق ديالها اللي حاول أنه أو بالأحرى أرفع دعوة قضائية رسمية لإسقاط الحضانة عن المغنية هذا الأخير إخواني أخواتي لصراحة ما تقبلتش الوضع ما تقبلتش هذا الخبر واعتبرت الحضانة أو البنات ديالها خط أحمر يعني السيدة حالفة أنها يعني ما تقبلتش لبناتها لهذا السيد ربما أنها ما كتتقش فيه ربما أنها عارفة شنو الحقيقة ديال طريق ديالها فصراحة اليوم الخبر والقصة كما هي إخواني أخواتي هذا اليوم الأحد مساء هذا اليوم الأحد على الساعة الرابعة مساء المغنية لكتلقى واحد الخبر لنزل عليك الصائقة يعني صدمة كبيرة بخصوص هذه الطالب أو الدعوة القضائية اللي رفعها الزوجة السابق لدى محكمة الأسرة بمدينة مراكش وكي طالبها بإسقاط الحضانة هادخ بناتي الثنتين اللي عندك حطيتهم خايفة حين لأن الحكم طلع طبعا إيه طلع الحكم وراح أخذ الحكم وواثقة وأيب بناتي عن طريق الانتربول سامعة شأتي أمنا بيتي قلت لك كلمة أنا الله يمهل ولا يهمل الله يمهل ولا يهمل كنت تبين تتفارقين تتفارق بالإحسان بالقلعة بالسلامة يعني القلعة هذا الطالب فربما هذا السيد يقدر يعني يوصل يعني المبتاقة دياله بخصوص الحضان من تلبان دياله ولكن القانون بقوة القانون القانون المغربي يقول أن الحضانة يعني لكن في ظل هذه التطورات تتفارقنا بها بخصوص الحضانة خرجوا واحد المحامي وليكن أكد يعني حقيقة الحضانة هل غيتم إسقاط الحضانة عن المغنية لكن القانون أو المشرع المغربي اللي كيقول لا يمكن إسقاط الحضانة عن المغنية بخصوص أنها يعني من جنسية مغربية وحتى القانون أو المشرع المغربي كيقول أن أي زوجة مزوجة بأجنبي فالحضانة كتعود للزوجة المغربية فعلى أي المغنية اهد الايام اللي صراحة كتعيش واحد رهبة كبيرة يعني كتعيش واحد حالة نفسية صعيبة يعني اه عكس ما يروج كيقولوا انها مرتاحة وانها يعني اه في حالة نفسية يعني اه جد يعني مرتفعة فهد شي لا اساسة له من الصحة فحتى الناس اللي شاهدين يعني اللي كيشاهدوا المغنية داخل اللي سجل الوداية فكي اكدوا انها دائما يعني داخلها في واحد نوبة من البكاء وما متقبلاش الوضع خصوصا انها كانت عيشها في واحد البيئة مغيرة لها البيئة الجديدة فحتى بعض اخبار المتداولة لكتقول ان الادارة السجون يعني لكتحاول انها تغير المكان يعني دي الاعتقال دي المغنية الى سجن اخر سواء بسجن مولبرقي بمدينة اسفي او لا سجن محلي بمدينة الدار البيضاء وهذه كلها تكهونات واخبار ليوارد ودائما كانت تصلوا بها فعلى اين المغنية اليوم اللي مازال كتقاطر عليها مجموعة من الشكايات هات الشكايات اخواني اخواتي اللي صراحة غتجر عليها مجموعة من المشاكل ربما توصل حتى العائلة ديالها اليوم الهاتف ديال والدة دنيا باطمة وكذلك الاخت ديال ابتسام اللي فعلا عند الخبرة من طرف الشطة التقنية اللي غايحاولوا يبحثوا عن يعني مكالمات التشجيلات والصور هل فعلا هم عندهم يد في او علاقة بهذا الحساب حمزة مون بيبي بعد ما كانت واحد يعني معلومة استخباراتية كتقول بانهم حتى هم عندهم علاقة في الحساب حمزة مون بيبي وهاتش كلها فرديات والامن او سلطات الامنية اللي غتقول الكلمة ديالها بعد تفريغ يعني هذك الهاتف فاكماشنا بالامس يعني ابتسام باطمة دي كانت حضرات يعني حضرات لوحد المعرض يعني بمدينة طانجة على اساس انها يتقوم بواحد اشهار يعني لهذا المعرض فالحقيقة ان ابتسام باطمة ليجت خصيصا من مدينة الضربضة الى مدينة طانجة لهذا المعرض بس ترد المبالغ المالية او بالاحرى الشيك اللي كانوا اخدوه من طرف هذا المعرض على اساس انهم يعني يقدموا واحد اشهار لهذا المؤسسة او لهذا ابتساح المعرض او المتجر فهناك العديد من الكباريهات اللي كذلك يعني اللي منتشرة على نطاق واسع في مدينة الضربضة وكذلك مراكش واللي تحصلت يعني منهم المغنية دنيا باطمة مبالغ مالية كتصبيقات قبل اسبوع واللي كان الاتقال دي لها اللي خلق فجأة اللي خلق صدمة كبيرة في صفوف العائلة دي لها وكذلك الفانزات والمعجبين دي لها بطابة الحال فالاخت دي لها اللي باعتبارها وكيلة الاعمال دي المغنية اللي هي اللي غا تقوم على اساس انها ترد هذه المبالغ تفاديا للمتابعة القضائية بخصوص هذه الاموال وبطابة الحال من حق هذه الكباريهات انهم يرفعون شكاية في حالة ما مرضوش المبالغ المالية على اين المغنية اخوان اخواتي فهي وخاقنا داخل السجن الوديا فما زال الشكايات كتقاطر عليها وبعد ما الشكاية اللي توضعتها ضدها واحد الخاذمة وهذا الخبر اللي كتوصلت به وانشرته وتقاسمت معاكم اخواني اخواتي كذلك شكايات اخرى من طرف مجهولين لم يتم الكشف عنها واللي كتقول بعض المصادر انها وصلت لي اكتر من ثلاثين شكاية وهذا رقم كبير وكبير جدا فكيف يعقل ان هاد الحساب حمزة مون بي بي جلب كل هاد المشاكل هاد المغنية لانها كانت في لا وعي يعني في البداية لهذا الحساب وهدوك الناس دي كان دائما كشجعوا ويقولوا تكلمي فحتى هاد كسيمونة لمازال يعني هارب ومختفي على الانظار لانه هو احتى هو يعني من الناس المؤسسين دي لذي حساب حمزة مون بي بي ولكنك يصيروا هاد الحساب دي لحمزة مون بي بي وحتى كل يعني المؤشرات وحتى المواقع التواصل الاجتماعي دي كانوا كيخرجوا يعني في حوارات ولي كلها يعني كتوتق يعني هذيك الخروج الاخباري او الخروج مواقع التواصل الاجتماعي كي فنت وكي اكد فعلا انه توا من مسيري الحساب دي لحمزة مون بي بي اخواني اخواتي الى حدود هاد الساعة نكتفي بهاد القدر في انتظار ما هو جديد فما تبخلوش عنا بالله يكديركم والبرتاج دمتم في رعاية الله والسلام وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته